أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما وصلت إليه مسارات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من مستويات متقدمة بمختلف المجالات وبخاصة المجالين العسكري والدفاعي والعالم ولفت سموه إلى همية ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال توحيد الجهود الدولية المشتركة بما ينعكس على استمرار خير ونماء المنطقة جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله بقصر الإقضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس حيث رحب سموه بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس وأنوه سموه بمستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر على مختلف الصعود وخلال اللقاء تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك لما يحقق التطلعات المشتركة